بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صلى الله على نبيه و مصطفاه محمد و آله و صحبه و مقرئ القرآن مع محبه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهلا و سهلا و مرحبا بالرائعين و الرائعات و المبدعين و المبدعات من أبناء و بنات الصف الثالث الابتدائي أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية و أرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل ترحيب و إلى موضوع درسنا لهذا اليوم سورة الجن من الآية الحادية و العشرين إلى الآية الثامنة و العشرين أريد أن أتروها أنا و إياكم تلاوة صحيحة نسأل الله عز وجل أن يجورنا جميعا على قراءة كتابه الكريم أهداف الدرس أولا أن يطبق الطالب أو الطالبة الأداب التي تعلمها في آداب قراءة القرآن الكريم و الاستماع إليه من أيضا التعامل مع المصحف و الطهارة و الاستعاذة قبل بدء التلاوة و البسملة في بداية السورة و تحسين الصوت و حسن الإنصات و جميع الآداب التي تعلمها الطالب أو الطالبة أيضا أن يقرأ الطالب الآية أو الطالب أو الطالبة الآيات من 21 إلى 28 من سورة الجن قراءة صحيحة أيضا أن ينطق الطالب أو الطالبة حرف الضادي نطقا صحيحا في ضر أضعف ارتضى أيضا أيضا أن يفرق الطالب أو الطالبة بين أن و إن كل هذه أهداف نريد أن نصل إليها بإذن الله تعالى أنا و إياكم و علينا أولا أن نتهيأ بالطهارة و تطبيق أداب التلاوة و التنبيهات التي دائما ننبه عليها و من ذلك أن تكون المصاحف بين عيدنا و أيضا إذا تري القرآن نستمع إليه جيدا و نحاول محاكاة القارئ و التأمل و التركيز على كيفية النطق الصحيح أيضا القراءة بتأنن عند التطبيق و عدم الاستعجال أيضا كثرة قراءة المقطع المراد تلاوة و نكرر تلاوة المقطع حتى تتبين الأخطاء و نصحح هذه الأخطاء و بإذن الله تصبح قراءتنا قراءة صحيحة خالية من الأخطاء نتهيأ دائما بالوضوء قبل مس المصحف لأن الله عز وجل يقول عن كتابه الكريم لا يمسه إلا المطهرون و أيضا نختار المكان المناسب البعيد عن التشويش و الإزعاج و الضوضاء الآن ما رأيكم أن نراجع الآيات السابقة من سورة الجن من الآية الحادية عشرة و حتى الآية العشرين مستعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنّا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنّا ظننّا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنّا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنّا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأنّا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأنّا المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنّه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنّما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليكم ما شاء الله على هذا الحماس على هذه المتابعة بارك الله فيكم أسأل الله عز وجل أن يأجركم وأن يعطيكم الحسنات العظيمة لحرصكم على كتاب ربكم ما رأيكم أن نختار بعض الكلمات من سورة الجن من المقطع اليوم لنتدرب على قراءتها لأنتم مستعدون بارك الله فيكم هذا هو مقطع اليوم انظروا هنا قلنا لكم بأنّا نريد أن نميز بين حرف الضاد أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ انظروا إلى حرف الضاد هنا انظروا إلى حرف الضاد كيف ننطقه؟ هناك فرقا بين الضاد والضاء لاحظوا إذا قلنا ضاء اللسان يخرج من بين الأسنان ضاء ضاء أنا أملك لكم ضرّا 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 انظروا هنا من أضعف من أضعف لاحظتم؟ كيف ننطق هذه أو هذا الحرف انظروا هنا كيف ننطق هذه الكلمة؟ كيف ننطق هذه الكلمة؟ أحسنتم انتبهوا لللام الساكنة ملتحدا ملتحدا أحسنتم بارك الله فيكم انظروا هنا إن هذه إن هناك أيضا شيء يشبهها هناك شيء يشبهها انظروا هذه قلنا ماذا؟ إن أليس كذلك؟ هذه هل هي نفسها؟ هل هي نفسها؟ أم تختلف؟ نعم تختلف أحسنتم بارك الله فيكم ما الفرق إذن بينهما؟ من يستطيع أن يبين الفرق بينهما أحسنتم من ناحية الشكل هنا الهمزة مكسورة هنا وهنا الهمزة مفتوحة بارك الله فيكم إذن هذا الفرق من ناحية الشكل لكن من ناحية النطق كيف تنطق الأولى وكيف تنطق الثانية؟ أحسنتم الأولى إن وهذه الثانية ماذا؟ أن إذن هناك فرق في الشكل والنطق الأولى هنا قل إن وهنا ليعلم أن إذن نفرق بين إن وأن لاحظوا هنا هذه الكلمة من ينطقها؟ أحسنتم عالموا 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 أحسنتم حاولوا أن تقرؤوها وانتبهوا أيضا لحرف الضاد أحسنتم إلا من يرتضى إلا من يرتضى أحسنتم حاولوا أن تقرؤوها؟ جميل 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 يسلك رائع يسلك ممتاز هذه قرأناها ليعلم أن أما الآن فسنستمع لتلاوة الآيات مع التركيز والإنصات لننال من ربنا الأجور والحسنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ما شاء الله عليكم ما أجمل حماسكم وما أحسن تنافسكم أشكركم أشكركم بارك الله فيكم أما الآن فسنقرأ هذه الآيات قراءة ترديدية فتابعوا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أدعو ربي أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد قل إني لن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أعيد قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا شكرا شكرا لكم على هذه المتابعة أيها الرائعون والرائعات أما الآن فسنستمع لتلاوة الآيات مع التركيز والإنصات للنال من ربنا الأجور والحسنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تبارك الرحمن تبارك الرحمن على طلاب وطالبات الصف الثالث البتدائي الذين تابعوا الدرس بإتقان وفي ختام هذا الدرس لا يسعني إلا أن أشكركم بعد شكر الله عز وجل أيها المبدعون والمبدعات والرائعون والرائعات وإلى درس جديد ولقاء آخر وأنتم ونحن في صحة وعافية وفي خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته